أصفرت جهودها خلال شهر عن 3222 متهم في مجال الأمن العام وضبط 61 قطعة سلاح ناري و98 طلقة مختلفة الأعيرة بالإضافة ل27 قطعة سلاح أبيض و93 قضية اتجار في المواد المخدرة وضبط 4621 قضية متنوعة لبسط الأمن ومواجهة الجريمة بشتى صوارها تمتد الجهود الأمنية لكافة ربوع الجمهورية والتي تؤتي بثمارها الإيجابية على كافة الأصعدة فخلال شهر فقط استهدفت الأجهزة الأمنية عددا كبيرا من البؤر الإجرامية التي توصف بشديدة الخطورة بالدقهلية وبورسعيد وضمياط والإسماعيلية والشرقية والقبض على سلسة آلاف ومائتين واثنين وعشرين متهما اتخذوا من هذه البؤر وقرا للاختباء وممارسة أنشطتهم الإجرامية في الاتجار بالمخدرات واستخدام الأسلحة النارية في ترويع المواطنين بينما حققت الجهود المبدولة من قبل الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية على صعيد ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة نجاحا كبيرا بضبطها ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبع وخمسين قطعة سلاح ناري بحوزة سلاسة آلاف واربعمائة وثلسين متهما منها سلاسة مائة وتسعون بندقية آلية والفان واربعمائة وتسعة وثمانون فرد محلي كما تم ضبط خمس ورش لتصنيع الأسلحة النارية دون ترخيص أما على صعيد تنفيذ الأحكام القضائية نفذت الأجهزة الأمنية أكثر من مليوني حكم قضائي منها أكثر من مليون حكم غرامة وما يتعد مائتي ألف حكم مخالفة وأكثر من ستمائة ألف حكم حبس جزئي وخلال الشهر تم ضبط خمس وخمسين تشكيلا عصابيا ارتكبوا مائتين وسبعين حادث سرق متنوع وتم كشف غمود مائة وسلاسة وتسعين حادث قتل عمد وسرق بالإقراه وانتحال صفة وحريق عمد ومن منطلق المواجهة الفاعلة التي تخوضها الأجهزة الأمنية ضد تجار ومروج المواد المخدرة فقد نجحت في ضبط أربعة ألاف ومائتين وسلاس وثمانين قضية اتجار في المواد المخدرة تم ضبط أربعة ألاف وستمائة وأربعة متهمين فيها بحوزاتهم كميات من المخدرات المتنوعة منها أكثر من ستمائة وخمسين كيلو جرام من مخدر البانجو ونحو سلاثمائة وثلاثة وأربعين كيلو من مخدر الحشيشة وأكثر من أربعة وخمسين كيلو جرام من مخدر الهروين وأكثر من مائتي ألف كرس مخدر وعلى صعيد ضبط قضايا السلع الفاسدة والتلاعب بالدعم نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أربعمائة واثنتين وثمانين قاضية التلاعب بدعم المواد البترولية بمضبطات نحو أربعة عشر ألف سطوانة بوتجاز ونحو أربعة ملايين لتر مواد بترولية وضبط نحو تسعة ألاف قضية استلاء على سلع تمونية مدعمة وسلع منتهية الصلاحية بمضبطات تتعدى أربع وعشرين ألف طن سلع غذائية وتمونية ثلاثمائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة واسنتين قضية سرقة طيار قهرابي ومخالفة لشروط التعاقد تم ضبطها بلغ قيمة المبلغ المحصلة منها لصالح خزانة الدولة أكثر من مائتين وثمانية عشر مليون جنيه خلال شهر وعن ذات المدة تم ضبط خمسة ألاف وخمسمائة وستين وأربعين قضية تهرب من ضرائب ورسوم جمروقية بلغ حجم التعاملات المالية في تلك القضايا نحو ستة مليارات جنيها وتم اختار مصلحة الضرائب لفحصها وبلغ قيمة المبلغ المسددة في التصالح في عدد منها لصالح خزانة الدولة نحو سبعة ملايين ونصف مليون جنيها وأصفرت الجهود الأمنية في مجال جرائم الأموال العامة عن ضبط 139 قضية منها اتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وتزوير أوراق رسمية وعملات أجنبية ووطنية وكسب غير مشروع واستلاء على مال عام وغسل أموال بقيمة أكثر من 357 مليون جنيه وأكثر من سبعة ملايين ونصف المليون عملات أجنبية متنوعة ترجمة نانسي قنقر